بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم احدام تباني السباكة كل عام وانتم بخير اه ان شاء الله النهاردة اه هنتعرف مع بعض اه ازاي ان احنا لو عندنا الاعداء فيها تسريب نقدر ان احنا نصلحها اه انا قلت يا معبل كده ان فيه اه اه سببين للتسريب السبب الاول ان يكون القوتشة بتاع الماكنة اه فيها مشكلة او ان العوامة مفتوحة على الاخر فبالتالي بتنزل مياه من اه فتح العوامة اه النهاردة دي معنا ماكنة اه تاتونج اه الماكنة طبعا اه يعني مش عالية في السعر يعني اعتبر اقل ماكنة موجودة في السوق زي ما احنا شايفين العوامة بتنزل مياه ومفيش اه مياه في السندوق يعني السندوق فاضي لو انا عندي السندوق فاضي اعرف من العيف القوتش طبعا حصر فيها تآكل بالمنظر انت شايفينه طبعا اتقطعت وحصر فيها تآكل لان القوتشة دي بتاع الماكنة مش اه مش سيليكون هي قوتشة جيلدة فبالتالي مع الوقت بيحصر فيها خشانة والخشانة دي هي اللي بتسبب معنا التسريب لان بيطلع منها اجزاء بالدوب مع المي. اه للأسف احنا النار طبعا اه ممكن احنا نصلحها لكن اه فيه حاجة عايزة اتكلم على النهاردة. ان انا ممكن اجيب القوتشة ديا لكن مش هتعيش ياما. يعني القوتشة بتاعة الماكنة التونج متوفرة. لكن مش آآ سيليكون. طب فيه قوتشات موجودة في السوق اه فيه قوتشات موجودة. لكن آآ القوتشات اللي هي بتركب على الماكنة الضغط اللي هي زي الماكنة النوفا. وما شبيه زلك يعني. فبتكون الفتحة بتاعة القوتشة زغيرة. آآ الحقيقة التانية ان القوتشة ديا اللي احنا شايفينا الصامرة دي. آآ الفتحة بتاعتها واسعة. يعني ما نفعش لازم نجيبها. عشان الناس ان احنا نقص الفتحة بتاعتها من جوة. برضو مش هينفع نقص الفتحة لان آآ الحجم بتاعها من الخارج بيكون آآ اصغر من القوتشة اللي هي الصامرة بتاع الماكنة التونج. فآآ لو احنا عندنا القوتشة دي ينفع تسريب ممكن نقلبها ناحية تانية. يعني نشدها كده ونأكسها. آآ لو اتكلت من ناحيتين يبقى كده لازم نجيب واحدة ونغيرها. آآ طبعا الجماعة متبضعين النهاردة وجايبين الماكنة. هي كان ممكن قوتشة تركب لكن هم عايزين يغيروا الماكنة آآ يركبوا ماكنة ضغط لان الماكنة التونجي بيكون شداد بفوق او جب. لان الاعداء دي لسكن. الاعداء اللي هي القديمة حتى الشطاب بتاعها اللي هو الخارجي. طبعا المسامر لما بنيحصل فيها تعاكل زي كده يا جماعة ان احنا آآ حاجة من الاتنين. يعني اطعها بمنشار او نحنا بنمسك المصمار بالبنز زي كده ونحاول نضغط عليه الفوق والتحت بغيط ما يتقطم معنا بالشكل اللي انت شفته في في الداية البديل. لو المصامر بتاعتها كويسة لا السامرة هتحل معنا. لكن لو في تأكل في المصمار او في صدى تأكد ان الصورة عمرها ما هتحل معاك. فافضل حاجة ان احنا نطلع الصندوق بره بالشكل اللي شوفنا ده هو ونحاول آآ نقطم المصمار او نحاول نشيل الورد بتاعته البلاستيك. آآ هنسهل عليكم اكتر لو الوردة تشالت آآ لان الفتحة اللي بيعدي منها المصمار بتكون يعني واسع عن آآ حجم الرأس بتاع المصمار اللي بيحوش الكوتشات بتاعتها. فاحنا الكوتشات دي لو تقطعت او آآ سيبناها يعني. بيطلع معنا بالسهولة زي ما احنا شوفنا مع بعض. آآ نفس الكلام في الماكنة طبعا الماكنة اللي كان مركبها كان حاطط فيها سيليكون. وناس يامي بقول لك آآ لازم تحط سيليكون. لا مش لازم يا جماعة لو تقفلت صح. زي ما انا هيركبها دلوقتي ان شاء الله و هنشوفها مع بعض. آآ بازن الله مش هيحصل فيها تسريق. بالحاجة التانية في ناس بقول لك انت بتذكر اسم الله في حمام وبعطولي كتير خالص يا جماعة والله انا بسجل الصود ده هو في المنزل مش اسناء العمل لانه طبعا بيبقى في واش وفي اه كده يعني اه الاماكن حكم الشغل يعني. فانا بسجل اه الفيديو وبعد كده بسجل الصود ده في البيت في المنزل عندي. فا ربنا يبارك فيه يا رب. طبعا المصمار التانية هو بنحاول نشيل الوردة البلاستيك او الوردة اللي هي الصاج دي. طبعا الوردة الصاج بالضوب. مدام المصمار دايب وبقالها فترة تأكد ان الوردة اللي هي الصاج ديا او الحديد هتكون دابت معانا. اللي هتكون موجودة اللي هي البلاستيك او اللي هي الكويتش يعني. فدي بنحاول نشدها برضو بكلابة او ببنز زي كده. بحيس انني اعديها من راس المصمار آآ آآ عشان اقدر اطلع المصمار الادي. زي ما احنا شفنا مع بعض هوا بتطلع عادي لان طبعا مياه بيكون لها تأثير عليها برضو. طبعا اللي احنا شايفينه ده السيليكون اللي هو كان بتقفل على الماكنة بيكون آآ آآ لا من طبعا اتربة وصادة وكده فبننظفه. وآآ انا مبرجحش حكاية السيليكون يا جماعة. لانه بيسبب مشاكل في تغيير الماكنة بعد كده. طبعا بعد كده بنحاول نخسره بنظفه كويس. بعد ما بنحل الماكنة وبنشيل المصامير او البواقس الصادر اللي موجودة. بنحاول ننظفه كويس بالشكل ده هو. طبعا الصادر اللي موجود ده هو. ده خلاص كده طبع في جسم السندوق او الصين دي بتاع الاعداء. لان الجزء اللي هو فيه المصامير ده هو ما بيكونش عليه طبقة آآ جريز. فعشان كده بيمسك او بيشرب كمية من الصادر اللي موجودة بتسمع في الاعداء ذات نفسها. لكن ما بيكون عليه طبقة الجريز اللي هي النعمة ديا. آآ بيبسها لتنظيفة او من الصعب ان هو يمسك فيه الصادر زي ما احنا شايفين كده. زي ما تعودنا برضو حيط التفن الخفيفة على راس المصمار ايجي معها. آآ دي اساسا على فكرة هي اللي بتمنع معنا تسريب والله. يعني آآ لان الكوتشات والولد دايما بتكون فيها بوش او فيها يعني ما بتكونش جامدة معنا. فيه بيجي محكوم على المصمار لما بيجي دخل الكوتشات. وفيه بيكون آآ واسع معنا. حتى لو هي محكومة. من الطبيعي ان المية ممكن تسيل مع المصمار كده. وتعمل حتى راشحان خفيف. وده اللي بيسبب صادة بعد كده. ممكن تكون ما بتصربش مية. يعني بعد ما اقفل ممكن ملاقي القاعدة ما بتخرش او ما بتنقطش مية. لكن مع الوقت آآ المصمار ده هوا بيصد معنا. فالحطة التفل ديا بتمنع معنا آآ حكاية اللي ايه التسريب على المصمار ده هوا. طبعا كيف ايه? آآ الاول كان بتيجي المصمار ده هوا كان بينزل آآ في الماكنة اللي هي الرداغ اللي احنا عارفينها اللي هي الكوتشات المفاتلة. كان بتيجي المصمبر بتاعتها بلاستيك. وطبعا منتازة يدا. يعني بصراحة لصادة ولا بتاع الاخر كان بتوقع بالخمستاشر والعشرين سنة. آآ مصمبر طبعا مش آآ نحاس ولا استلس اللي تنزل مع المكان اللي موجود معنا في السوق للأسف. وده آآ سبب على طول ان هو آآ بيحصل صادة في المصامير معنا. طبعا بنحاول نخلي زي ما احنا شفنا آآ آآ ورد صوي وكوتشات العريضة. دول بيكونوا من الداخل. وبيكون في معنا اربع كوتشات تانيين آآ بالورد بتاعتهم دول بنركب اتنين على الصندوق واتنين بعد بنثبت الخزان او الصندوق على آآ الاعدة معنا. على السلطنية بتاعت الاعدة. بيركبه معنا في آآ في الاسفل. او عم بنمسك بنفك من جوه. على آآ راس المصمار. وبعد كده بنربط بيب عشرة او بمفتاح بلد عشرة او ببنز على حسب العدة اللي موجودة. ونحاول نقرد كويس يا جماعة. نربط ما نخافشي. لان مدام فيه قوتشة موجودة. قبل الوردة اللي هي الحديد ديا تأكد ان آآ الرباطة الجامل مش هيأثر على الخزان في حاجة. لان التقفيل المصمارين دول اورطهم بحكم كويس. دول اهم حاجة آآ في الاعدة معنا. امكاننا حتى شايفين آآ تأسير الصدق موجود عند مكان المصمير بتاعتنا. ليه? عشان كان فيه تسريب على خفيف مع طول او الوقت يعني. بيعمل معنا الصدر اللي احنا شايفينه ده هو. طبعا اول حاجة بنربطه المصمارين. ما نحاولش نركب الماكينة الاول عشان آآ نقدر نتحكم فرط المصمير. لان لو قفلنا الماكينة والعوامة هنيجي نربط المصمارين مش هنعرف معنا. دي طبعا ماكينة نوفا ضغط معنا. بنحل الصمولة بتاعتها. آآ دي بتتربط من الاسفل وبنسيب الكاوتشة من الداخل. طبعا الكاوتشة بتاع الماكينة النوفا بيكون حجمها عريض يعني تكون تخينة معنا. لكن بيكون فيها آآ يعني طرية معنا. بحيث ان انا مقدر آآ اضغط عليها من جوة. آآ تقفل معايا او تمنع معايا بتسريب بحكم. طبعا دايما والله باربطها بايدي. في ناس آآ بعض الفنين. بيربطوها مسلا بمفتاح او بكلابة او مفتاح انجليزي كبير. لكن انا ما برجحش حكاية المفتاح لان دي بهم ان كان بلاستيك. يعني انا ما بضغط عليها كده لو لو حسينا بمفتاح انجليزي وهنيجي نجرب هتبصت لقاء عملك شكلي بيضو معك وتنضغط معك. ممكن تنكسر الصمونة. لكن ما باربطها بايدي بكون محزمة عليها من كل الاتجاه. طبعا العوامل نفس الكلامة يا جماعة. هي جاية مظبوطة هي ان نحاول ان احنا نسيب حوالي اربعة او خمسة سنطي لغاية الحز اللي هو معنا في الدراع بتاع العوامل. عشان خاطر دي يعني الزبط بتاعتها كويسة اللي هي بتملى معي تلتين الصندوق او تلتين الخزان مية معي. لا 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 هوية على الاخر ولا اقللها. لان الدراع دول اللي هو آآ فيه سن آآ الوز. ده اللي بيزود وبيقلل معي المية. يعني يمكن افتاح على الاخر. طبعا هتركبها بالشكل ده برضو ما نحاولش ان احنا ايه? آآ نلفها على الجنب عشان الاسانسير بتاعها ما يعلقش على جسم آآ الخزان معنا. تركب عكس العوامل. عكس الماكينة. طبعا بنربط بربط الصمونة بتاعتها بنقرط عليها. آآ الماكينة زي ما نتكلمت ايه مع اهم حاجة وانا بربط الصمونة بتاعت الماكينة دي طبعا ايه دي بتبقى محزمة على الصمونة من كل اتجاه. فما بيحصلش فيها عملية الايه? واليف في الخزان وانا بربطها. بس اما حاجة ان انا اضغط على الماكينة بالايد التانية اثناء الرباط. يعني اضغط من الداخل بايدي كويس على الماكينة عشان كل ما باضغط كل ما بتدينه رباط معي. بحيث انني آآ احكم القوتشة معايا كويس من جوء. ايه الصمونة بتاعت بس العوامة ان احنا نقرض على شوية. بمفتاح او ببين زي كده لان ساعات بيكون فيها ريش بروز اه بارزة معانا. طبعا شايفين العوامة اه بطب دايما الفتحة بتاعتها والمخرج بيكون قريب من جسم الخزان دي الكويسة العديمة بتاع النوفا بتاع الماكينة تنجي بيكون ضعيفة خالص. طبعا نحاول برضو آآ بحتة سلك كده واللي حاجة لو فيه عندي صادة برضو تحت آآ يقدم الجمع معانا. آآ نحاول ننظفه برضو كويس. قبل ما نثبت معانا الخزان. طبعا الاعداء دي يا جماعة رجبة في مسجد آآ حمام حريمي. آآ الموسير طبعا كانت معمولة دفن. وآآ حصل فيها صادة وقتقى فعملنا موسير آآ خارج الحيطة كده ردش عشان برضو ما انك يصرش البلط. طبعا القويسة الكبيرة دي بتسبت معانا آآ تحت الخزان بالشكلة دهوة. بيفضل معانا وردتين آآ وردة وقويسة دول بيتربطوا معانا آآ مع الصامولة الكبيرة لان بيجي معاها اربع صاميل صاملتين زغيرين طلعة عشرة. وصاملتين تانيين بيكون آآ صامولة داخل آآ وردة بلاستيك كده بتكون مسبتة فيها. دول بتربطوا معانا من تحت. آآ نفس الكلام يا جماعة. واحنا بنربط برضو الصواميل دهيا احاول ان انا اضغط على الخزان بيديه على قد ما اضر. وما ربطش اتجاه واحد بس. واحاول ان انا طبعه قويس عشان يبات مكانه. لان ممكن اربط الخزان ويكون آآ بعيدة عن الحيطة شوية. فده ممكن مع السوستة بعد كده حد سمد عليه ممكن يكسر الخزان معانا. فاحنا نحاول نربط من الجنب ده شوية ومن الجنب ده شوية يعني ما نربطش من انتجاه واحد عشان يطبع معانا كويس. لانه كل ما بنضغط عليه اثناء الرباط بيجمع الصامولة على الاخر او الخزان بيوصل جسم الاعدى معانا. طبعا ده الدراع اللي هو بيركب معانا اه في العوامل من الداخل. برضو في بعض المتابعين. اه بيقولوا ان الطاكش مش شغال. اه بيضغط عليه. مش شغال. طبعا مش شغال ده اول ممكن تكون الوردة دي سايبة يا جماعة. نحاول نحشير الغطا ونبص عليه. اه وممكن يكون عندي الدراع اللي هو في العوامة اللي فيه الوردة اللي بتصدع على الطاكش ده هو ما يكونوش وصلين لبعض او تكون مسافة بعيد شوية. ففي الحالة دي لازم اضغط افضل حاطة صبع على الضرار او ضغط عليه طول ما هو بينزل مية. مجرد ما هيشير ايه دي هيقطع. في الحالة دي احاول ارفع الدراع اللي هو تحت لان الدراع اللي في الطاكش بيكون محكوم. طبعا سيني صغير بس كده على الوردة. اللي انا بربطه ده هو. اما الدراع التاني هو اللي بيتحكم معي بيكون طويل. انني قادر ارفعه شوية. وبعد كده احكم الصامولة بتاعته. من الداخل. بحيس انني اه طبعا اقدر ازبطه ازاي? هنشوف برضو مع بعض الوقتي انني الزرار ده هو يكون غطصان شوية معايا عن وش الغطى. يعني يكون الزرار اللي انا بضغط عليه ده هو اه غطصان شوية عن الدايرة بتاعته الخارجية. عشان لو باع على الاخر ده هممكن يعلق معي او انا شايفين او بينزل معنا هو احاول انني اسيب فيه اه حوالي ميلي او اتنين ميلي يكون وطع عن ايه? عن عن الخارج بتاع الزرار او بتاع الطتش من بره. بحيس انني مع الهوش اه يقوم يضغط عليه يحصل لتسريب اه باستمرار او انه ما يطول شيء الدراع. يعني عشان اقدر ازبطه. ده الدراع اللي باتكلم على هو ممكن الوردة دي ساعات برضو بتقع وتسيب. ان احنا ممكن نجيب لها مادة ولا حياة اللي زقها لو هي اه بتسيب معنا على طول. لكن هي لو ترابطت كويس من البداية اه ما بيحصلش فيها اي حاجة. طبعا الخزان زي ما اتكلمت هو انا ما بزبط العوامة على المسافة اللي انا اتكلمت علىها دي انا اسيب شوية في الدراع عشان الاسنسير ده ما يطلحش. لان لو هوت على الاخر المية هتعديه لي من الفتح بتاع العوامة. بتاع الماكينة. شايفين ان الماكينة هي فيها فتح في الجناب. لو انا فتحت على الاخر كده العوامة او زودت المية بتاعتها هيحصل لتسريب اه على طول باستمرار. فاحنا نحاول نسيف فيه حوالي اربعة او خمسة سنطي عشان محصلش عند تسريب. اه ما عليش هنصدعتوك وطولت عليكم النهاردة يا جماعة. يا رب ما كنا قدمنا لكم حية مفيدة وما تنسوش الاعجاب والاشتراك في القناة لو عجبكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة